اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية التعرف على هذه الطريقة لحل مشكلك الخاص على تطبيقك الخاص ديسكورد من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا للضبط والإعدادات نقوم بالنزول للأسفل نأتي إلى التطبيقات نقوم بالضغط عليها ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول للأسفل ثم بعد ذلك سوف نقوم بالبحث عن تطبيق الدسكورد هنا نقوم بالضغط عليه ثم سوف نأتي إلى معلومات التطبيق هنا نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على موافق بعدها نقوم بالضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين تقوم بالضغط على مساء التخزين بعدها نضغط على مساء التخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو لا تنسوا الشراك والضغط للزل لايك ونتقل في فيديو آخر إن شاء الله